الدرس التاني بيحكي على الضغط في المواقع اول حاجة في واحد اسمه باسكال باسكال دوت لما شاف كذا ملاحظة زي ان انت مثلا لما بتيجي تضغط على المعجون السنان من تحت بيطلع المعجون من فوق ولقى ان انت لما بتضغط على بلونة من جنب بتلاقي الجنب التاني منها بينتفخ فطلع مبدأ باسكال اللي احنا لازم نكون عارفينه اللي هو بيقول ايه اي تغير في الضغوط اللي انت بتطبقها على اي نقطة في مائع محصور يعني زي المعجون او بلونة هوى محصور في بلونة او معجون محصور في انبوبة اي ضغط اي تغيير في الضغط بتأثره عند نقطة في المائع ده بيحصل ايه بينقل كاملا وبالتساوي الى جميع اجزاء المائع وجدران الوعي الحاولة ده مبدأ باسكال طيب استخدمنا مبدأ باسكال ده في ايه استخدمناه في الالات لمضاعفة القوة يبقى فايدة مبدأ باسكال ان انا بيستخدمه في الالات لمضاعفة القوة طب تعالوا نشوف ازاي اول لما تشوف الرسمة دي بقى تعرف ان هو مبدأ باسكال في عينك تروح على طول ان انا دلوقتي قصرت بقوة على مساحة يبقى انا عملت ايه عملت ضغط وباسكال بيقول ليه ان الضغط اللي انت قصرت به هنا بينتقل بالتساوي الجزيئات عملة تنقلوا البعضها تنقلوا البعضها تنقلوا البعضها لغاية لما وصل للناحية التانية فبقى الضغط عند النقطة اتنين هنا كأنك قمت جاي بايدك وقمت رافع المجبس ده يعني القوة اللي انت اثرت بها هنا وصلت للناحية التانية بنفس مجدار الضغط طيب الضغط عند النقطة الاولية بيساوي ايه بيساوي اف واحد على ايه واحد القوة اللي انت بتأثر بيها على المساحة والضغط في المجبس التاني القوة اتنين اللي هتنتج على المساحة اتنين على مساحة المجبس التاني طيب احنا قلنا اي علاقة اسمة فبتبقى علاقة طردية فمعنى كده ان العلاقة ما بين القوة والمساحة علاقة ايه طردية طيب انا المجبس ده مساحته صغيرة والمجبس ده كبرت المساحة افهم من كده ان القوة هيحصل فيها ايه طبعا هتكبر بنفس المجدار العلاقة طردية كبرت المساحة يبقى القوة هتكبر فعشان كده بستخدم مبدأ بسكال في مضعفة القوة يعني ايه انا بأثر بقوة ضعيفة هنا هلاقيها بتتحول بقدر تقادر لاضعاف القوة اللي انا قصرت بيها الناحية التانية فهتلاقيه بنستخدم المبدأ دوت في لما بتقعد على كرسي عند طبيب الاسنان ويقوم داز برجله كده على مجبس بسيط تحت فبتلاقي الكرسي ترفع يعني هو من ضغطها بسيطة رفعك انت ورفعك كرسي طبعا انت وزنك كبير فازاي هو بضغطة بسيطة قدر يرفعكو عن طريق ان هو ضغط على مجبس صغير والكرسي اللي انت عاد عليه على مجبس كبير فكبر وبالتالي وبرضو بتاع العربية بترفع العربية دي كلها ازاي بايدك عن طريق ان انت بتضغط على حاجة مساحيتها صغيرة وبتحط حاجة مساحيتها اكبر تحت العربية هي اللي بتبدأ تطبق القوة على العربية وترفعها طيب يبقى احنا لازم نعرف ايه هو مبدأ بسكال وتعالى نشوف السؤال اللي بيقول لنا عليه يبقى اول قانون عندنا ان ف واحد على ايه واحد بيساوي اف اتنين على ايه اتنين هو عايزنا نعرف السؤال رقم اربعة وعشرين السؤال ده بيقول ايه كرسي طبيب اسنان هو مثال عن نظام الرفع الهايدروليكي الرفع الهايدروليكي اللي هو مبدأ بسكال لو وزن الكرسي الف وستمائة نيوتن يعني هو مديني اف واحد الف وستمائة نيوتن ويستقر على مجبس مساحة مقطعه العرضي الف ربعمائة واربعين سنتمتر مربع مديني مساحة انا لما هكتب المعطيات هتلاقي دماغي تروح على طول على القانون اللي هستخدمه طيب بيقول لي ما مقدار القوة اللازم بس لها يعني هو عايز الاف اتنين على المجبس الاصغر اللي مساحة مقطعه العرضي اتنين وسبعين سنتمتر مربع مفيش هسهل من كده اف واحد على اي واحد يساوي اف اتنين على اي اتنين انا عايز الاف اتنين يبقى هضرب الاف واحد في اي اتنين مقسومة على اي واحد يبقى هضرب الالف وستمائة في الاي اتنين اللي هي اتنين وسبعين على الاي واحد اللي هي الف ربعمائة واربعين هيطلع علينا بحوالي تمانين نيوتن. فانتوا متخيلين انت من خلال قوة تمانين نيوتن قدرت ترفع كرسي وزنه الف وستونية نيوتن. فهو ده مبدأ باسكال اللي بيؤدي الى مضاعفة القوة. طيب يبقى كده خلصنا مبدأ باسكال. تعالوا نروح بقى على الضغط في المواعع. الضغط في المواعع قانون الضغط بيساوي. رول مائع. في عمق الجسم. في الجي. خلي بالكم معايا. القوانين في الدرس ده لازم تتحفظ زي ما هنقولها كده عشان ما يحصلش اي لغبطة. يبقى قانون ضغط الجسم على ضغط المائع على جسم فيه. بيساوي ايه? بيساوي رول المائع اللي هي كسافة المائع في اللي هو عمق الجسم في الجي. طيب استنتاج القانون دوت هيتول شرحه. فخلينا نعرف في الاخر ان الضغط بيساوي رول مائع في عمق الجسم في الجي. طيب. انا عايز اعرف دلوقتي لو عندي صندوق. مغمور في مية. ايه القوة اللي بتأثر بيها المية ديت على الصندوق? عندي قوة افقية هنا. القوة بتساوي ايه? الضغط في المساحة. طيب. اللي بيأثر على السطح اللي فوق ده قوة مقدرها. المائع في اللي هو عمق السطح اللي فوق في الجي في الايه. طيب والقوة اللي بتأثر على السطح اللي تحت طبعا هتكون مختلفة. ليه? لان العمق اختلف. فاحنا بنقول ان الاف بتساوي الضغط في المساحة. الضغط هيساوي ايه? رول مائع في عمق الجسم. عمق الجسم هيبقى عبارة عن ايه? هيبقى عبارة عن اتش زائد ارتفاع الجسم. مضروف في الجي مضروف في الايه. يعني القوة اللي بتأثر الاعلى هتساوي انا عندي رو زائد ايه. رو في اتش زائد ال مضروبة في الايه. طيب يعني افهم من كده ان القوة اللي لو انت حطيت اي جسم في المية? ايه اللي هيحصل فيه? المية هتأثر عليك بقوة اكبر لفوق. عشان كده لما تحط اي جسم في المية دايما بيبقى فيه قوة دفع الفوق. هتخلي يا اما الجسم وزنه اقل يا اما هتخلي الجسم يطفو خالص. طيب يبقى محصلة القوة الرأسية في المائع. بتساوي ايه? محصلة القوة يعني هطرح الكبير من الصغير. لما اطرح رو في اتش زائد ال في جي في ايه. لما اطرح منها رو اتش جي ايه. لما اخد الرو والجي والاي عامل مشترك. هيتبقى لي ايه? اتش زائد ال ناقص اتش. الاتش راحت مع الاتش. فاتبقى لي رو جي ايه. في ال. الايه في ال ال ده اللي هو ايه? مساحة الشكل في ارتفاعه. ده عبارة عن حجم الشكل. يبقى نستنتج من كده ان محصلة القوة الرأسية في المائع بتساوي قوة الطفو. القوة اللي بيأثر بها المائع في اي جسم الفوق. دي اللي بنسميها قوة الطفو. فعشان كده نستنتج في الاخر. ان قوة الطفو بتساوي ايه? بتساوي رو المائع. فحجم الجسم المغمور. في الجي. يبقى كل القوانين اللي احنا عايزين نعرفها لغاية دلوقتي. ايه هو الضغط? ايه هي قوة الطفو? طيب. ومحصلة القوة الافقية اللي بتأثر بيها المائع على الجسم. الجسم ده مغمور في مياه هو. فبتأثر عليه قوة هنا. مقدارها للضغط عند النقطة دي في الايد. طب الضغط معتمد على العمق. بس الناحية التانية بيأثر عليها برضو نفس القوة. لان نفس الضغط. طيب لما انزل تحت. الضغط هيزيد صح? ولكن هيزيد في النحيتين. لما انزل هيزيد. لكن هيزيد في النحيتين. فمعنى كده ان الضغط متساوي والقوة متساوية على الجانبين او الاربع جوانب فمحصلة القوة الافقية بتساوي صفر. يبقى نخلي بنا. محصلة القوة الرأسية بتبقى عبارة عن قوة الطف ومحصلة القوة الافقية بتبقى بتساوي صفر. طيب وصل لمبدأ ارشيميدس اللي هو ايه? لما بتغمر جسم ما كليا او جزئيا في مائع بيتعرض لقوة دفع باتجاه الاعلى. احنا عارفين ان قوة الدفع اللي بيأثر بها المائع دي اللي هي ايه? برافو. اللي هي قوة الطف. ما لها بقى بتساوي وزن المائع المزاح من قبل الجسم. بتساوي وزن المائع المزاح. يعني ايه? يا احنا عشان نحسب قوة الطف محتاجين رول مية او رول مائع اللي احنا فيه. فحجم الجسم المغمور في الجي. طب لو هو ما تدنيش حجم الجسم ده. ولكن الداني ان هو وقع كمية مية وزنها عشرة نيوتن. اه قدر استنتق قوة الطف. اه من قانون ارشميدس بيقول لي ايه? ان قوة الطف بتساوي وزن المائع المزاح يعني قوة الطف وبرده هتساوي عشرة نيوتن. يعني المية قصرت على الجسم ده بقوة مقدارها عشرة نيوتن. فمعنى كده ان احنا اف الطفو دي قلنا ان هي بتساوي ايه? رو مائع في حجم الجسم المغمور في الجي. بتساوي ايه? حق وزن المائع المزاح. اي وزن في الدنيا بيساوي ام في جي. واحنا عارفين ان الرو بتساوي ام على في. يعني الام بتساوي رو في الفي. يعني وزن المائع المزاح بيساوي رو المائع. في في المائع المزاح. يعني لو ادني حجم المائع المزاح هيكون هو هو حجم الجسم المغمور. فالقانون ده بقدر استمتج بيه حاجات كتيرة. يبقى قوة الطف بتساوي وزن المائع المزاح. وعرفنا ان وزن اي جسم في الدنيا بيساوي رو في جي. طيب اخر حاجة عايزين نعرفها. احنا كده استنتجنا ان قوة الطف بتساوي وزن الواقع المائع المزاح يعني الرو مائع في فيه الجسم المغمور في الجي بتساوي رو في الجسم رو المائع عصدي في حجم المائع المزاح في الجي طيب لو انت جربت تشيل مسلا اي حاجة في الهوى لو انت جربت مسلا تشيل اخوك الصغير في الهوى ولقيت وزنه مسلا خمسين نيوتن فانت محتاج ترفعه بقوة مقدارها خمسين نيوتن طيب جيت في المية جربت ترفعه لقيت ان انت بقيت بترفعه بس بقوة مقدارها عشرة نيوتن لقيت وزنه خفيف قوي وقدر ان انت ترفعه بقوة قليلة طب بقى اللي الخمسين نيوتن ليه اربعين نيوتن دي مين اللي ساعدك فيهم بالزبط قوة الطف يبقى اي جسم في المية او في المواقع بيبقى ليه وزن اقل من وزنه الحقيقي ده اللي بنسميه الوزن الظاهري او محصلة القوة بيبقى عبارة عن ايه بيبقى عبارة عن الوزن الحقيقي ناقص قوة الطف الوزن الحقيقي ناقص قوة الطف اللي هي كانت اربعين فلقيت وزنه الظاهري بعشر والوزن الحقيقي ده اللي هو قلنا رو الجسم في في الجسم في الجي طيب تعالوا نشوف هو عايزنا نعرف ايه المسائل يبقى هي دي كده كل القوانين اللي احنا عايزينها في الدرس ده طيب هو عايزني اقارن ما بين احنا قلنا دلوقتي محصلة القوة بتاعة المائع الرأسية بتساوي قوة الطف ومحصلة القوة بتاعة المائع الافقية بتساوي صفر طيب محصلة القوة اللي بتأثر على اي جسم في مائع انا اي جسم دلوقتي استنتجت خلاص ان المائع بيأثر عليه بقوة اسمها قوة الطف والفوق وهو بيكون ليه وزن التحت طيب امتى الجسم هيغوص وامتى هيطفوه سهلة وبسيطة انا ما عنديش اللي قوتين بكارن بينهم يبقى لو الوزن اكبر من الطف ايه اللي هيحصل له طبعا هيغوص طب لو الطف هو اللي اكبر من الوزن طبعا هيطفو طب لو الاتنين متساويين يبقى هيحصل طف متعادل اللي هو لو انت سبته تحت المياه في المكان ده هيفضل في المكان ده رفعته شوية هيفضل في المكان اللي انت سبته فيه نزلته شوية هيفضل في المكان اللي انت سبته فيه طيب تعال كده نستنتج حاجة تانية احنا مش قلنا ان الوزن ده بيبقى عبارة عن رو الجسم في في الجسم في الجيه وقلنا ان قوة الطفو دي هي عبارة عن رو المائع في في الجسم المغمور في الجيه فمعنى كده ان انا لما ابقارن ما بين الجيه والجيه سبته وحجم الجسم وحجم الجسم هو هو فقدر اقارن ما بين اذا كان الجسم هيغوص والله يطفو عن طريق المقارنة ما بين ايه الكسافة بتاعت الجسم والكسافة بتاعت المائع يعني اما اقارن ما بين الوزن وقوة الطفو او هي هيها رو الجسم ورو المائع لو رول جسم اكبر يبقى وزنه اكبر يبقى هيغوص لو رول مائع اكبر بالزبط يبقى قوة الطفو هتبقى عالى والجسم ده هيطفو لو متسويين يبقى هيحصل طفو متعادل وهيفضل الجسم في المكان بتاعه يبقى كده عرفنا ازاي نحدد ان الجسم هيطفو او هيغوص عن طريق المقارنة ما بين ايه الوزن وقوة الطفو او كسافة المائع وكسافة الجسم طيب تعالوا نشوف المسألة اللي عايزنا نعرفها في الجزء ده مفيش هسهل منها بيقول لي حجر بناء من الجرانيت مكعب الشكل مديني الحجم بتاعه بالمتر المكعب قطر خيره مغمور في المية كسافة الجرانيت مديني روح هنا ايه رول جسم وهنا المائع عبارة عن ايه المية رول مية بكام بقى الف نكون عارف لنا ممديني روح الجسم مقى مقدار قوة الطفو اروح على طول قوة الطفو من غير تفكير بتساوي روح مائع في حجم الجسم المغمور في الجيه روح المائع بكام بعشر قس تلاتة حجم الجسم المغمور من الدهوني واحد في عشر قس سالب تلاتة في الجيه اللي هي تسعة وتمانية من عشر يبقى هيطلع تسعة وتمانية من عشرة يبقى القوة اللي بيأثر بيها المية على المكعب الجرانيت ده عشان يرفعه الفوق بمقدارها تسعة وتمانية من عشرة نيوتن طيب انا عايز القوة المحصلة او الوزن الظاهري قلنا الوزن الظاهري بيساوي ايه عبارة عن وزنك الحقيقي ناقص قوة الطفو حلو قلنا الوزن الحقيقي بتاع اي حاجة في الدنيا بيساوي ايه رو في جيه بس خلي بالك لو انت حفظت دوت عبارة عن روح في الفي في الجيه وحفظت ده عبارة عن روح في الفي في الجيه هتلاقي الدنيا تلغبطت عشان كده بقول لك ايه احفظ كل قانون كامل في اف الطفو بتساوي رو المائع في في الجسم المغمور في الجيه طب والوزن الحقيقي رو الجسم في في الجسم في الجيه دي عمرها ما هتطلغبط رو الجسم من الدهاني بكام باتنين وسبع من عشرة في عشرة قس تلاتة وفي الجسم بكام واحد في عشرة قس سالب تلاتة في تسعة وتمانية من عشرة يبقى احنا كده حسبنا الرو بتاعة الجسم هتطلع بكام هتطلع بستة وعشرين ونص نيوتين يعني الجسم ده وزنه في الهوى بستة وعشرين ونص نيوتين طب تعالوا نشوف لما ينزل في المية هنقص منها قوة الطفو اللي انا جبتها بتسعة وتمانية من عشرة يبقى انا كده جبت الوزن الظاهري يعني وزنه في المية هيكون بيساوي كام؟ هيساوي ستتاشر وستة من عشرة نيوتين يعني وزنه في الهوى ستة عشرين ونص وزنه في المية ستاشر وستة من عشر يبقى وزنه قل عشان قوة الطفو يبقى هي ديت المسألة اللي هو عايزنا اعرفها طيب في مسألة تانية عايزني بيقول لي لو عمق الماء خلف سد يعني انا عندي سد دهو وفيه مية هي وعمق المية سبعتاشر متر هو عايزني ايه؟ ما مقدر ضغط المية في المواضع الاتية اول حاجة عن نقاط السد يعني هنا الضغط هنا بيساوي ايه؟ زي ما احنا عارفين رو المائع في عمق الجسم في الجي طيب هو عمق الجسم هنا بكام برافو بسبعتاشر يبقى المائع اللي هو عشر او ستلاتة اللي هو المية في الاتش اللي هو سبعتاشر في الجي اللي هي تسعة وتمانية من عشر طيب الحالة التانية على عمق اربعة من سطح الماء خلي بالنا لان ممكن يقول لي على عمق اربعة من تحت فهل هاضرف في الاربعة؟ لأ طبعا هاضرف في بقية السبعتاشر فنخلي بالنا يا شباب ان عمق الجسم من سطح الماء طيب يبقى الضغط التاني هيساوي رول مائع في عمق الجسم في الجي رول مائع بعشرة والس تلاتة في عمق الجسم اللي هو اربعة في الجي اللي هي تسعة وتمانية من عشرة يبقى كده عرفنا ايه العوامل اللي بتأثر على ضغط السائل على الجسم فاكرينها احنا قلنا ان ضغط الجسم بيساوي ايه؟ ضغط المائع على الجسم بيساوي رو في في الجي فمعنى كده ان العوامل اللي بيعتمد عليها ضغط المائع على الجسم هتبقى ايه؟ هتبقى كسافة المائع وعمق الجسم والجي ما ننسهاش لان هو ذاكرها في الهيكل يبقى ايه العوامل اللي بيعتمد عليها ضغط السائل هي كسافة السائل وعمق الجسم وعجلة الجاذبية ما ننسهاش ايه هي العوامل هم التلات حاجات اللي في القانون طيب وحلينا المسألة رقم تمانية وستين وعرفنا مبدأ باسكال وحلينا مسألة طبيب الاسنان وحللنا القوة اللي بتأثر على جسم مهمور وحسبنا ان محصلة القوة بتساوي الوزن الحقيقي ناس قوة الطف عشان نعرف هو هيطفو ولا هيغرق وكمان عرفنا ان الجسم هيطفو ولا هيغرق عن طريق المقارنة بين كسافة الجسم وكسافة السائل طيب احنا حلينا اول مسألة ديت اللي هي بتاعة السد تعالوا نشوف اخر مسألة واحنا حلينا المسال رقم تلاتة بتاع مكعب الجيرانيت يبقى معنا اخر مسألة اللي احنا هنقارن ما بين ان الجسم هيغرق ولا هيطفو عن طريق المقارنة ما بين كسافة الجسم وكسافة الماء طيب هو بيقول لي هنا ايه حطيت خمس اجسام في خزان مية وكسافة الاجسام ديت على النحو التالي مديني رو الجسم ومديني كسافة المية اللي هو رو الماء مديني دي بالجرام على سنتيمتر تكعيب وكلهم بالجرام على سنتيمتر تكعيب يبقى تمام هقدر قارن عادي بيقول لي في ستة مواضع محتملة للاجسام ديت شوف انه جسم هيبقى فين طيب احنا عشان نقارن مين هيغوص ومين هيطفو قلنا بنقارن ما بين رو الجسم ورول ماء طيب تعال نشوف مين اكبر رول الجسم عشان نشوف مين اللي هينزل تحت خالص ده لو احنا شوفنا هنلاقي ان اكبر كسافة اللي هو الاي فمعنى كده ان هو اللي هيغوص طب مين اقل كسافة اللي هو الخمسة وتمانين من مية فهنلاقي ده الاي طيب مين اعلى منه كسافة شوية ولكن مازال اقل من المية فهتلاقي جزء منه طافي اللي هو البي طيب ومين اعلى منه اللي هو اعلى من المية فهتلاقي كله مغمور اللي هو السي مين أعلى منهم اللي هو الدية وهو قال لك مش لازم تستخدم السلطة غوضع طبعا يبقى كده خلصنا شرح الوحدة الأخيرة من الهيكل وشرحنا كل حاجة ومركز عليها وشرحنا كل المسائل اللي هو جابها أتمنى يكون كل شيء مفهوم وبالتوفيق إن شاء الله